السلام عليكم أصدقائي معكم حوراء قناة جديدة المرج والدعم والاشتراك والإعجاب اليوم إن شاء الله سوف أحكي لكم حكاية فريدة من نوعها فيها العبر الكثيرة الثعلب الذكي واللقلق الحكيم في يوم من الأيام كان هناك ثعلب ماكر ولعوب كان يتحدث بلطف مع الحيوانات الأخرى لكسب ثقتها ثم يقوم بخداعها وفي أحد الأيام التقى الثعلب بلقلق وقرر أن يصبح صديقا لها متظاهرا بأنه رفيق طيب وصادق لم يمض وقت طويل حتى دع الثعلب اللقلق لتناول وجبة معه فقبلت الدعوة بسرور في يوم الوليمة ذهبت اللقلق إلى منزل الثعلب ولدهشتها وخيبة أملها زعم الثعلب أنه لم يستطع إعداد وليمة كبيرة كما وعد وبدلا من ذلك قدم بعض الحساء فقط وعندما أخرج الحساء من المطبخ كان مقدما في طبق ضحل لم تتمكن اللقلق المسكينة بسبب منقارها الطويل من تناول أي حساء بينما كان الثعلب يلعقه بسهولة من الطبق وبينما كانت اللقلق بالكاد تلمس الحساء بطرف منقارها سألها الثعلب كيف تجدين الحساء؟ ألا يعجبك؟ فأجابت اللقلق الجائعة أوه إنه لذيذ لكن للأسف معدتي منزعج قليلا ولا أستطيع تناول المزيد من الحساء قال الثعلب أعتذر إذا كنت قد أزعجتك ردت اللقلق أوه لا داعي للاعتذار لدي مشكلة صحية بسيطة ولا أستطيع الاستمتاع تماما بما قدمته شكرت اللقلق الثعلب وغادرت ودعته إلى منزلها لتناول العشاء في يوم آخر وعندما جاء اليوم وصل الثعلب إلى منزل اللقلق وبعد تبادل بعض المجاملات قدمت اللقلق الحساء لهما في إناء طويل ضيق العنق وتمكنت اللقلق بسهولة من شرب الحساء بمنقارها الطويل بينما لم يستطع الثعلب تناول أي شيء وبعد أن انتهت من تناول طعامها سألت اللقلق الثعلب إن كان يستمتع بالحساء متذكرا الوليمة التي قدمها لها شعر الثعلب بإحراج شديد وقال أعتقد أنني يجب أن أغادر الآن لدي ألم في معدتي وبإحساسه بالإهانة غادر منزل اللقلق على عجل العبرة كما تدين تدان ترجمة نانسي قنقر